تب والأدوية اللي بتخصص من ثلاثة لخمسة كيلو في الأسبوع ما هي دي بتلعب على فكرة معينة احنا مصممين معاك على الموضوع احنا نوصل معاك هنعمل هتشوفه ما يحصل كيلو سؤالي الأعرانات كده كده فعلا موجودة دايما على طول خص من ثلاثة لخمسة كيلو في الأسبوع الوطر النفسي الوطر النفسي هو عارف انت عايزة ايه انت عايزة عدد كلوات عدد الكلوات شكلها ايه هو ميفرش معاك انه هو مش دكتور هو عايز يوصل لك لعدد كلوات فبي بروز دي يعني الأدوية دي بتعمل ايه دكتور وانفعلا بتحقق تورجي الدور خلينا نتكلم عندنا تلات أنواع من الأدوية باختصار شديد نوع معترف بي واخد من منظمة الصحة العالمية مؤخرا بالمناسبة يعني من سنتين تلاتة مش موضوع مش من زمان ودي الحقن اللي موجودة في السوق مش عايزة اقول اسماء برضا دي حقن موجودة في السوق بتحقن في بطن بقبر الإنسولين الحقن دي بتلعب على فكرة انها بتسد الشهية وفي نفس الوقت هي أصلا علاج لمريض السكر بس مؤخرا بدأت تاخد تصريحات انها تستخدم لمريض السماء وما ينفعش تستخدم من غير اشراف طبيب ما ينفعش تماما لانها جرعات خطر طبعا ليها حسابات وليها فحصات ولازم يبقى ليها فحص دوري ومقامة إنسولين عشان تقدر تحط فانت الناس لسه ما وصلتش للجرء ان هي تعمل حاجة زي دي ان هي تروح السديرات ولا أنا عايزة للحقنة دي ونوع تاني من اللي هو بيسد الشهية بسرعة نفة جدا بشتغل على مركز الشبع في المخ بيطلع يقفل الدنيا فانت سيادتك بتقول لأربعة وعشرين ساعة لا انت طاية الأكل ولا طاية نفسك ولا طاية الحياة ولا طاية أي حاجة وتعصب دايما على طول ضغطك عالي نبضك زيادة متعصب بس انت بتيجي في الآخر فعلي انت فعلا بتخسر وزن لان انت سيادتك ما بتاكلش بس مقابل خسارة الوزن انت بتخسر حاجات كتير أول من صحتك صحتك بتتأثر ده رقم واحد رقم اثنين أول ما بتبطل الدواء بترجع أوتوماتيك لنفس عدد الكيلوات اللي انت نزلت يعني انت لو نزلت عشر كيلو هترجع عشر تلاتاشر كيلو فهي اللعبة تيجي في كده طيب اللي بيبيع حاجة زي دي بيعمل ايه ما بيلعبش طبعا على الوطر الطبي لا تعال انا هخسر سيك عشر كيلو في الشهر فانت اوتوماتيك هتنسقي وراه وهو فعلا بيجيب نتيجة وللأسف المادة الفعالة للأدوية دي ألا وهي السوبوترامين دي مادة محظورة دوليا ومبقيتش تستخدم في العالم كله بل في دول في العالم بتحرم استخدام السوبوترامين ده زيه زي المخدرات وزيه زيه الحاجات اللي مش كويسة فانت ليه تحط نفسك تحت رحمة حاجة زي دي وتبقى مريض ضغط عالي أو ممكن تموتك أو توصلك لاكتئاب والحقيقة فعلا بنشوف انه في بعض الناس بيموتوا من حاجات زي دي